عادت حركة الإعمار إلى مناطق جنوبي صلاح الدين عبر استعناف العمل في عدة مشاريع أهمها تأهل الطرق الرئيسة لمدينتي بلد والدجيل في وقت ما زالت مشاريع مهمة كشبكة مجاري الصرف الصحي تشهد توقفا منذ عدة سنوات وهو الأمر الذي دعا مواطنين إلى مضالبة الجهة الحكومية إلى إكمالها في الفترة المقبلة في محافظة صلاح الدين لدينا مشاريع متوقفة صالح سنين ومشاريع إنجازة 70% إلى 80% متوقفة عدنا مدارس متوقفة إنجازات 70% إلى 80% وعدنا بعض الشوارع أكوتة بليطة بس نسبة جدا ضعيفة وعدنا بعض الشركات أخذت مجاري المياه أيضا متوقفة ونطالب حكومة المحافظة بعادة مشاريع متوقفة الإدارة المحلية لقضاء بلد ذكرت أن سنة 2021 شهدت استئناف أغلب مشاريع المدينة المعطلة منذ سنوات بعد استحصال تخصيصات مالية لها مشيرة إلى أن تأخر أنجاز بقية المشاريع يعود إلى نقص صيولة المالية لدى الشركات المنفذة أعمال التطوير خلصت بشارع الأمير باستثناء الشغلات الأثاث اللي هو الأثاث المروري والأصباب وغيرها بالنسبة للشارع العريض أيضا تقريبا أعمال الإنجاز ما توصلت أكثر من 70% تم تأهيل أكثر من حي اللي يتمثل بحي العباس وحي الصمون وحي الطاقة إضافة إلى ذلك أنجزت مشاريع عملية تبليط وتأهيل لبعض الشوارع في المدينة المهمة وخاصة التجارية سبب وجود عوائق تتعلق بالوضع المالي لبعض الشركات وتأخير مستحقاتها من قبل الوزارات المعنية يصير هناك تأخير في إكمال المشاريع بالمدة المطلوبة مراقبون دعوا الجهة الحكومية المعلية إلى إيجاد حلول سريعة مع الشركات المنفذة للمشاريع في مدون جنوب صلاح الدين من أجل إكمالها قبل حلول الشتاء سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين